بابل مهد الحضارات تحت اسمها العديد من آثار العراق التي حضيت بتسجيلها ضمن لائحة التراث العالمي كانت آخرها سدة الهندية الغنية بمواردها الاقتصادية والتي تعود للعهد العثماني نبارك العراق إضافة سدة الهندية ضمن التراث العالمي ليونسكو خبر مفرح ليجل الحفاظ على آثار العراقية حقيقة هذه السدة هي قديمة مبنية في العهد العثماني وتم بناء الجسم الحديثية في عام 1911 وتم انتهاء من 1913 من قبل المهندس البريطاني ويليام ويلكوكس وحقيقة هذا السدة مهمة جدا لأجل توفير مياه السقي والري وتنظيم السقي إلى المسارعين يعني شط الفرات هذا شط الهندية والمحافظات الوسط والجنوب حقيقة مهم جدا وجود هذه السدة حضيت سدة الهندية باهتمام السواحي من مختلف المحافظات العراقية إلا إنها تشهد إهمالا واضحا من المعنيين في بابل فهي ممتلئة بالنفايات والأنقاض وأصبحت مرتعا للحيوانات دون غيرها اليوم سدت الهندية بعدما دخلت لائحة التراث العالمي اليوم دانشاهد دانستخدموها الراعي الأغنام الإهمال الحكومة قاعد نشوفها مهملين لا يجون ينظفون ووراعة الأغنام موجود والأبقار موجود وللأسف اليوم دخلت لائحة التراث العالمي حاليا مثل ما تشاهدون ماكو اهتمام من قبل الحكومة في محافظة بابل لهذا التراث وهذا يعتبره تراثا عالميا الآن لأن سدت الهندية انضمت إلى التراث العالمي نرجو من الحكومة أن تضع عنظارها إلى هذا التراث العالمي توجهنا للمعنيين في ناحية سدت الهندية تفاجئنا بالاستقبال وعدم السماح لنا بالتصوير لا هيك عن عدم تصريحهم لما يجري في هذا المكان الأثري بحجة الموافقات ما زال تراث العراق ينضم واحدا تلو الآخر إلى لائحة التراث العالمي وما يقابله من المسؤولين داخل المحافظات العراقية هو إهمال واضح لهذه الآثار من بابل قناة التغيير الفضائية جاسم الإحمايم ترجمة نانسي قنقر